بتفكرني ان التابلو ده انا كنت بعمله اياما كنت بعمل افراح كنت بعمل التابلو كله كنت الفرح اللي انا فيه بخلي العروسة هي مكان ليلة مراد وبيخشه لها عرسان كتير كل واحد يقول اهو انا اهو انا مثلا وهي تقول كلام جميل وكلام معقول وبعدين شكوكو بعدين عزيزة عثمان مربوطة على الدرجة التمنى وبعدين جيتك من اخر لبنان وبعدين تان 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 فالعروسة بقى اديها الميكروفون وتقول حبيبي عمال ادور عليك اترك هنا جنبي وبعدين تبقى هي والعريس بقى العريس يعريسها هو ونكمل الصور يعني نوع من الزفة اليوم في احد الافراح اه انبتوين بقى بخلي العروسة تقول ايه كلام جميل وكلام معقول زي ليلة مراد ما قالت واذا بيه ارد ضمن المدعوين ليلة مراد الله اعدى صديقة ام العروسة واحنا كلنا تربينا على ليلة مراد وصوت ليلة مراد وحلوتها طبعا سواء على الشاشة اللي مفيش زيها يعني على الشاشة الغنائية ايه وعلى الاغاني الجميلة الحلوة وعلى صوتها المميز اوي برضو اللي ملوش زي اه طبعا فاحنا اه 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 انا بساعد العروسة دايما بقى هي بتقول كلام جميل وانا معها بقول وكلام معقول ما قدرش وقلت ليلة مراد فانا قلت ايه ايه دا وقفت المزيق احنا معانا النهاردة ضمن المدعوين الفنانة كبيرة سيدة ليلة مراد فالناس سقفت تسئيف لو اقولك خمس دقايق الله بيسقفوا ليلة مراد وانا رحت لها وايه مسكت ايه دا كده ووقفت ترد تحية الناس بقى في قاعة في احدى الفنادق مليانة فيها يمكن تمامية مدعو كان فرح مهم قوي ورحت قاعدة وكملت انا الحتة دا هيا خليت الساعة بقى كلام جميل رحت جاب لها الميكروفون فعملت كده اعتلي يا سمير هي معلش فضلت قلح لحد ما هي قالت ايه كلام جميل وكلام معقول مع المحسنات اللي موجودة في الصوت اللي في الصالة هي لقيت صوتها بالايكو بقى بالحاجات دا هيا انفتت يعني طمنت وطمنت ان ايه ورحت واخدها من ايتها على المكان الفرقة وخليت ليلة مرد تغني ساعة معايا وانا واقف جميلة ساعة دا عبقريتك بقى دا اخر حاجة غنتها ليلة مرد لان بعد كده دا كان فرح خاص مفيش باربع سنين ماتت دا ما مفاتيحي في ايد سامير صبري اه لان هي عشان اليوم دا احنا تقابلنا قبل كده في المعمورة كتير كنا بنتقابل في الصيف وهي تدرك قدي ايه انا بحبها طبعا وتدرك ان انا دايما بقول انها والدتي كانت شبهها او هي شبه والدتي يعني كان في شبه بينهم البعض وكان لها موقف كتير معاها يعني مرة كنا في احدى الكبين في المعمورة وناس كتير قوي ستات قاعدين وبتاع دا وفي واحد معا عود وهي جات ليلة مراد مع سوهير البابلي ومونير مراد وقاعدوا في الصهرة دي وبعد غني يا لولا غني يا لولا فالولا ابتدت تغني والستات دول ها 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 بيتكلموا فانا اروحت قايم قلت لما ليلة مراد تغني محدش يتكلم فبصوا لي قوي وسكت وكده واللي مش عاج ويمشي رغم انه مش بيتي مش كابنتي يعني اه طبعا ومرات كتير قوي بقى فهي كانت بتحبني جدا وانا كنت من زمان مغرم بليلة مراد علمتني الفيلم الاستعراضي يبقى شكله ايه والفيلم الغناء ايه واكيد انت ايضا بتحبي ليلة مراد حضرتك مش بتحبي ليلة مراد بموت فيها مش كده حبي بيتني في الفن اهو كده طبعا صح طبعا اهو كده